الحقيقة هي زيارة كانت زيارة ثقافية في الأصل وليست ترويحية فقط لكنها كانت زيارة ثقافية مع مجموعة من الإخوة من الكويت وهي مجموعة تنظم رحلات لأسبانيا في كل سنة في هذا الوقت ومنذ سنوات كانوا يتوصلون معي لأن أكون معهم فالحمد لله تيسر هذا الأمر فسافرت معهم وطفنا في أسبانيا في عدد من المدن الأسبانية حسب برنامجهم الموجود لأن لديهم برنامجا مرتبا في هذه المسألة فكانت الهدف من الزيارة من جانب الاطلاع على معالم أسبانيا ومن جانب آخر وجودي أنا للحديث عن التاريخ الإسلامي والربط بين أسبانيا الموجودة الآن وبين الأندلس المفقود الفردوس المفقود نعم لعنا نأتي لهذا قلت أنكم زرتوا لمجموعة مدن نعم زرنا مجموعة مدن يعني نحن زرنا أول ما نزلنا مدريد ثم اتجهنا إلى طليطلة وأقمنا فيها ليلة واحدة أقمنا فيها على النهر الكبير نهر الوادي الكبير وهذا له في التاريخ الأندلسي القديم أثار كبيرة والشعرات تغنوا به وبدت في فندق مطل على هذا النهر وكتبت قصيدة لعل يسمح الوقت بإلقائها لأن الحقيقة أول ما وصلت أنا إلى أسبانيا بدأت أشعر أنني لا أزور أسبانيا وإنما أزور إلى أندلس سبحان الله حقيقة تعرف التاريخ الإسلامي تاريخ عريق واستمر هذه الزيارة الأولى لأسبانيا في طليطلة بقينا ليلة ثم انتقلنا إلى قرطبة وبقينا فيها ثلاثة أيام ثم انتقلنا إلى غرناء طبعا أنا أقول انتقلنا لكن معنا هالة من التاريخ وقيم الإسلام في المنطقة ولم تستطع الحقيقة كل المحاولات أن تمحوا التاريخ لأنه كما تعلم يعني أكثر من في حدود سبعمائة سنة إلى ثمانمائة سنة طبعا عاش الإسلام هناك وهذه فترة ليست سهلة كما تعلم منذ أن بدأ الفتح الإسلامي للأندلس انتقلنا إلى غرناطة وغرناطة أيضا حدث عنها ولا حرج فهي مدينة عريقة وكما تعلم فيها قلعة دمشق العريقة وفيها قصر الحمراء وان كنت قد قرأت قصر الحمراء قراءة خاصة لعلنا نتكلم عنها ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أشبيليا وبقينا فيها يوما واحدا ثم انطلقنا منها بالقطار إلى مدريد إلى مدريد ثم من مدريد إلى برشلونة كانت آخر رحلتنا في برشلونة بقينا فيها ثلاثة أيام ثم عدنا إلى أرض الوطن هذه الرحلة أنا قلتها في عبارة مختصرة لكنها مشحونة حقيقة بالذكريات ومشحونة بالمواقف التي كانت في بلاد الأندلس